لما يبقى في حد من اول ميلاده يسألوه نفسك في ايه يقولهم نفسه بأظابط ايوة كانباين عليه نفسه يخدم مصر يفديها بروحه كان يلم عيال صحابه اوامي روحه بعد ما ياخده العدية يشتري له بندقية يسحفه على الارض قال يعني يحارب يجبروا الاولاد وتجبر فيه القضية يسألوه نفسك في ايه يقولهم نفسه بأظابط ياخدوا ابوه من ايده ويسلم عليه مصر لو عايزاك توكل مصر لو عايزاك توكل شوف فقال سنين بوكل فيك وربي روحنا استودعت ربي فيك والاخواتك مثل روح يا واد الله يعينك روح يا واد وارجع بطل الولد شال بندقية ما كانتش لعبة لا حقيقة المردية شال وصيت ابوه معاه كل ما يقف انتباه مصر تديلو التحية مصر بتسلم عليه تحضنه وتبوس ايديه ابني ده غالي علي حزروه ياما وياما حزروه ياما وياما امي قالت ياخدوا روحي وابني يرجع بالسلامة الولد كان متوكر انه زي ما راح هيرجع وانه لو هيموت هيبقى اللي قتله من الاجانب من الصهينة عمره ما كان متوكع تيجي ضربة غدر خينة واللي اصعب من الاجانب اديها بف كل جانب هم ما سموش عليه هم ما سموش عليه مصر وقفت ليه تسمي قال لها يا مصر قومي ارسمي علمك بدمي احضني المرة الاخيرة موتي ولا تبقي قسيرة احضنيني اوي يا امي احضنيني كأني عين عمره ما كان متخيل ان ناس تفرح في موته عمره ما كان متخيل ان ناس تفرح في موته بس صوته بس صوته هو بيقول الشهادة هو ده اللي تمنى يحصل حلمه من ساعة الولادة يا بلادي يا بلادي مدم هموت يبقى موتلك يا بلادي يا بلادي مدم هموت يبقى موتلك يا بلادي ما تزعليش من مشاكلك روحي شكلك واسعة طهرة شايفة بكرة هبقى ذكرة وانت فاكرة هبقى سيرة وتفضلي مصرك كبيرة هبقى صورة بالشريطة وتفضلي مصرك بسيطة اللي بتودع ولادها زفة في كل الشوارع والامل في عينينا رابط وسأله ابنه اللي طالع نفسك في ايه هيقول لكم نفسك بأذابت